الاهلي بين عظماء العالم أرقام قياسية قادرين إن شاء الله نزودها ونفرح جماهيرنا ثقاتنا كبيرة جداً في اللعيبة الحقيقة حط كل اللي بيتقيل ورا دهرك آه ممكن نبقى بش موفقين على فكرة الاهلي لعمتش شوت أول خليني أقوله على علاقة دي شوت أول كويس جداً قدام شبابلوز ذات غاب التوفيق في ضغط في ضغط عصبي وفي ضغط بدني على النادي الاهلي كبير جداً الفترة دي أتمنى أن احنا نكون قادرين نتخطى في الإسبوع ده ونروح لكس العالم بإذن الله في أتم أو في أفضل درجات الاستعداد خصوصاً أن احنا هنتابع الأول اتحاد جداً وأوكلين سيتي مباراة الانطلاقة بتاعت البطولة إن شاء الله يوم 12 بعد بكرة عطاقت فرق فرقتنا هتحضرها في الملعب وهتتفرج على المباراة بين الفرقتين في ناس قبلها قالوا لي احنا أحساسنا كبير جداً أن احنا هنقابل أوكلين سيتي مش اتحاد جداً لكن في جميع الأحوال الأهلي قابل فرق كتير جداً 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 في البطولة دي أعلى من الفرقتين دول أعلى من أوكليند بما فيهما أوكليند نفسه يعني وأعلى من اتحاد جداً وقدر أنه هو يكسبها بشرط أنه نظهر في أحسن صور خليني أقول لكم أنه بعثة رجال اليد فريق اليد أبطال السوبر لمصري وصلت بالسلامة بعثة طبعاً بيترقاسها سيد دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وصلت بالسلامة من الإمارات والحقيقة يمكن بمناسبة سوبر الهاندبول والسوبر المصري وكاس العالم اللي احنا رايحين لهم وإنجازات الباسكت الحقيقة فكرة أنك أنت أنا عارف أن الكرة القدم هي الأكتر جماهيرية وأكتر شعبية وإنه أي نجاح في أي رياضة تانية في مقابل إخفاق فرقورة القدم بيبقى تقيل وصعب على جمهي النادي الأهلي لكنك أنت تدير منظومة كاملة على كل المستويات في كل الرياضات بفرق متدرجة بداية من الفرق الأول لفرق ناشئين وتبقى كل الفرق دي المنتاليتي واحدة الشخصية واحدة كلهم عندهم القدرة على النجاح كلهم عندهم القدرة على الوصول لمنصات تتويج ده شيء تقريباً مش بيحصل فيه يعني النمزج مش حضر عندي ما عنديش أرقام وأحصائيات بس أنا متهيالي أنه الأهلي في الحتة دي استثنائي ويمكن ده مرتبط حتى على مش بكنا بس على فيست تيم في الهندبول والباسكت والطايرة لكن حتى على مستوى الناشئين يعني كابت الخطيب استقبل فريق الباسكت بول تحت 18 ناشئين وناشئات في حضور طبعاً كابتن خارد العاضي مدير النشاط الرياضي والجهاز الفني ووجه لهم الحقيقة رسالة شكر على النتائج المتميزة الكبيرة اللي قدموها في الفترة الأخيرة وهتبع مع حضراتكم كلمة قدموها في الفترة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر